اهلا بكم من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث فتتح وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا المنتدى الاستثماري الاول للطاقة ستيب 2017 والمعرض المصاحب له والذي تنظمه شركة AGE بالتعاون مع تمكين وأكد الوزير بأن الحكومة الموقرة بعد أن استحدثت وحدثت طاقة المستدامة في عام 2014 استمرت في البحث عن تنويع مصادر الطاقة لأهمية الاستثمار في هذا القطاع الهام الذي أصبح يحقق بعدا اقتصاديا صديقا للبيئة وأضاف ميرزا بأن وحدة الطاقة المستدامة تركز الكثير من جهودها في فتح ودعم فرص ومشاريع الطاقة المتجددة مشيرا إلى وجود فرص واعدة للعمل مع القطاع الخاص نحو الاستثمار في فرص جديدة وأوضح الوزير أن الخطة الوطنية للمحافظة على الطاقة تهدف إلى الوصول لنسبة طاقة متجددة مقدارها 5% بحلول عام 2025 وعشرين وعشرة بالمئة بحلول عام 2035 الطاقة الشمسية مستدامة تظل على مر السنين مع أن الطاقة الأحفورية التي هي النفط والغاز يمكن تنظف في يوم الأيام كذلك كلفة الطاقة الشمسية للوحدة الكهرباء المنتجة أصبحت أقل من كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية التي هي الغاز رابعا أن توفر للحكومة كميات كبيرة من الغاز لأن الآن يستعملون الغاز لتوليد الكهرباء في المستقبل جزء منه يكون من استعمال الطاقة الشمسية خامسا أن توفر فرص عمل للشباب البحريني وللرجال العمال في البحرين هذا مجال جديد وبالطبع يكون ضمن تنويع مصادر الطاقة في مملكة البحرين توقع معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة الخليفة توقيع عقد إنشاء مشروع توسعة وتحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو قريبا مؤكدا أنه سيتم اختيار العطاء الأفضل لمشروع توسعة المصفة قبل نهاية العام الجاري وقد أكد وزير النفط في تصريح لوكلة أنباء البحرين على هامش مشاركته بمنتدى خليج البحرين الجيو اقتصادي أن النفط سيبقى السلعة الأهم في العالم وستبقى المنطقة الخليجية صاحبة الموقع الاستراتيجي الأبرز لامتلاكها أكبر احتياطيات النفطية وأكبر معدلات الإنتاج وتوقع وزير النفط يرتفع سعر برميل النفط البحريني خلال العام المقبل 2018 إلى قرابة 55 دولارا وهو السعر الذي تم تقديره لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة لسنتين الماليتين 2017-2018 أكد وزير صناعة وتجارة والسياحة زايد بن راشد زياني استمرار الوزارة في طرح المزيد من البرامج السياحية الهدفة لاستقطاب المزيد من السياحة من مختلف أقدار العالم وقد أكد زياني في تصريح لوكلة أنباء البحرين أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة منذ انطلاقتها الأولى في بداية العام الماضي وبدأ الجميع يرى نتائجها واضحة للعيان وقد كشف زياني أن الوزارة ستبدأ في مطلع العام المقبل 2018 في تجهيز وإعداد الجزء الثاني من الخطة الاستراتيجية للسياحة لفترة ما بعد العام المقبل بغية تحقيق تنمية سياحية مستدامة كما كشف زياني عن شروع الوزارة في بداية العام المقبل تطوير عدة سواحل وإقامة مركز جديد للمعارض والمؤتمرات ولن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل نواصل النشو الاقتصادية ومشاهدين مع أداء البورصة الخليجية لبداية تعقدات هذا الأسبوع وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت معظم البورصة الخليجية في المنطقة الحمراء ونبدأ مع الرابح الوحيد في تدولات اليوم السوق المالي السعودي التي أغلقت بارتفاع 14 نقطة مئوية عند مستوى 7403 نقاط مدعوما بأداء قوي لأسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بانخفاض طفيف 0.03% عند مستوى 6911 نقطة بالرغم من ارتفاع الأسهم القيادية إلا أن انخفاض أسهم قطاع العقارات قاد إلى نزول المؤشر ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي كان الخاسر الأكبر في تدولات اليوم بالنسبة تتجاوز 17 نقطة مئوية واغلق على مستوى 4446 نقطة بسبب تراجع أسهم قطاعي العقارات وأيضا الطاقة فيما سجل سوق الإمارات الأخرى سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 17 نقطة مئوية عند مستوى 3631 نقطة ويعود سبب النزول انخفاض أسهم قطاع العقارات وأيضا الإنشاءات الهندسية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا يقارب 13 نقطة مئوية واغلق على مستوى 5000 نقطتين بضعف تداول على أسهم قطاع المال وقطاع الخدمات أما بالنسبة لبورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أغلقت عند مستوى 1300 نقطة بالتحديد وانخفاض نسبته 13 نقطة مئوية وذلك عادل انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و363 ألفا بقيمة إجمالية تجاوزت 488 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 84 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 60% من القيمة للجمالية للأوراق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة